يا اهلا بكم في فيلمنا الجديد اللي بانوان The Book of Life واللي اعتبر يا صديقي واحد من اجمد افلام الكارتون اللي ادرت شدك من اول الفيلم الحد الاخر ورغم ان الفيلم تم انتاجه من عشر سنين تقريبا لكن بتبضل قصته واحدة من القصص الجمدة وعلشان احنا عندنا اجمل واحلى متابعين لازم كل شوية انامل لكم ملخص يلغب المتابعين الحلوين اللي زيكم مش هتكلم معك يا باشا عن السابسكرايب لاني واصل قلاص بقى انك عمله وعلشان كده هقولك بلاش نضيع وقت حدر بسرعة في شورة كلمة ارمش وهات مشروبك اللزيز ويلا بينا بقى نشوف فيلمنا بيقول ايه بتبدأ احداث سلمنا وبينشوف مجموعة من الاطفال المشابين بنعرف ان مدرستهم نظمت ليهم رحلة المتحف لكنه الصديقي بيكون متحف مختلف حبتي لاننا بنعرف انه موجود فيه كتب من نوع نادر وغريب والاطفال فعلا بيوصلوا للمتحف وهناك بيلو مرشد شكله غريب علشان كده الاطفال بيبضلوا يضيقوا ويتنمروا عليه لكن بعد شوية بتيجي زميلة المرشدة وبتتكلم معاه وبتقولوا سيب لنا ليال دول انا اتعمل معاهم وفعلا المرشدة بتاخد الاطفال وبتدخل بيهم جوه المتحف وبتقول لهم خلوا بالكم يا شباب النهاردة يوم مختلف جدا لانه يوم الموتى وفعلا بتولى المرشدة نور المتحف وساعدت الاطفال بينبهروا وفي نفس الوقت بيخافوا من شكل الجماجم الكتير الموجودة وبتروح بعد كده المرشدة لشان تمسك كتاب ضخم جدا وبتتكلم مع الاطفال وبتقول لهم هقول لكم على معلومة غريبة شوية ويان الكتاب ده موجود في كل القصص بتاتي العالم منها كتير حقيقي لكن برضو في جزء من القصص اسطوري وبعد كده المرشدة بتفتح الكتاب وبتبدأ تحكي للاطفال ان في مدينة صغيرة موجودة في المكسيك اسمها السين انخل وبتقول لهم ان تحت المدينة دي في مكان اسمه ارض المتذكرية وبنرى في الصديق ان المكان ده بيكون عايش فيه الناس اللي تايين في ذكريات حبهم وبيكونوا مبسوطين والمكان مبهج واخر تمام وبعده بشوية في مكان تاني اسمه ارض المنسي وده على العكس ارض المتذكرين بيكون مكان كله حزن وزعل واللي موجود فيه دايما مكتابين وبنشوف بعد كده المرشدة وهي بتوضح كلامها اكتر وبتعرف الاطفال على الاشخاص اللي بيحكموا الاماكن دي فأول شخصية منهم بتكون واحدة اسمها لامورتي واللي بنعرف انه مصنوعة من سكر وزي ما انت استنتجت يا صديقي ايه فعلا بتحكم ارض المتذكريين وبتعرفهم بعد كده على واحد اسمه زيمينبا واللي بنعرف انه مصنوء من الاطران ومن كل الحاجات الوحشة واكيد انت استنتجت يا معلم انه بيحكم ارض المنسي وبنعرف كمان معلومة مهمة عن زيمينبا واللي بنعرف انه مش بيحب الجنس البشري وشايف ان الجنس البشري من اسوأ الحاجات اللي موجودة على كوكب الارب بعد كده المرشدة السياحية بتعرف في الاطفال كمان على صانع الشموع وبتقول لهم ان صانع الشموع ده وجوده مهم جدا وبنشوف بعد كده المرشدة وهي بتفرج الاطفال على مجموعة من الالعاب محتوطة في صندوق وبتطلب من الاطفال انهم يحفظوا شكل الالعاب كويس ويفضلوا فاكرينها لانها تحتاجهم في قصتها اللي هتحكيها وبتبدأ المرشدة بعد كده تحكي لهم عن يوم مهم في العوالم ده اسمه يوم الميت وبنشوف مجموعة كبيرة من العائلات وبنعرف انهم بيحتفلوا في يوم الميت ده بالناس اللي ماتوا كانوا هم بيحبوهم وعلشان كده بنشوف اليوم ده من كل سنة هناك كبيرة بين لامورتي وزيمينبا وده طبعا بسبب ان لامورتي بيكون بتحتفل باليوم ده وبتشجع كل سكان مملكتها انهم يروح يحتفلوا باليوم ده مح عبايبهم اللي ماتوا على العكس طبعا من زيمينبا اللي بيكون بيحكم مكان كله كآبة وحزن زي ما احنا فهمين وعلشان كده بنشوف زيمينبا وهو بيتكلم مع لامورتي وبيطلب انها تبدل معاه الممالك وتديله المملكة بتاعتها لكن طبعا لامورتي بترفض الكلام ده وسهت زيمينبا بيقولها طيب انا اعمل معاك ريهان بشرط ان لو كسبتي بقى سبيل المملكة بتاعتك وبيحدد زيمينبا ريهان مع لامورتي وبيقولها في ولدين قدامك هم بيترهنوا على حب بانوتها تعليبانا وانت نتراهن على مين اللي يكسب فيهم وبيروح بعد كده يا صديقي علشان نشوف واحد من الولدين اللي بيترهنوا على البانوتة وبنرف ان اسمه ما نقوله وبينشوفه هو بيتكلم مع باباه وبيسألوا لو كانت مامته هتظهر في اليوم ده ولا لا وسايتها طبعا يا صديقي بنستنتج ان مامته ميتة لكن بابا بيتكلم معاه وبيقوله انا عاوزك تستحضر روحها ويكون حاسس انها موجودة قريب مننا لانها كده فعلا وبتتكلم كمان معاه جدته بتقوله مش مهم انها تظهر المهم اننا نكون حاسين انها دايما حوالينا وبنشوفه مهمة حاطين اكله حاجات على المدبح بتاع مامته وسايته في واحدة عجوزة بتقرب من المكان وبتسأل مانولو لو ممكن تاكل من الاكل ده واتا مانولو بيقولها اكيد ماما تكون فرحانة جدا لو انت عملت كده واتا ست العجوزة بتفرح وبتاكله دي حاجة بتخلي مانولو اسرته فرحانين جدا وفي نفس الوقت ده بنشوف واحد من اصدقاء مانولو بس بيكون مختلف عنه تماما في اتباع وبنعرف واتا الصديق ان بابا مات لما كان بيحاول يقبض على الاس مجرم وبيقرب راجل عجوز من اوكين وبيطلب منه يدي له حتة من العش اللي هو بيكله لكن اوكين بيقول للراجل فكك مني يا عم انت الواحد جعين وعلى لحم بطنه من الصب وساعة الراجل العجوز بيقوله ولا يهمك يا ام الناس اي رايك ادي لك الميداليا اللي معايا دي مقابل انك تديني حتة تعيش واتا ووكين بيبص على الميداليا وشكلها فعلا بيجبه علشان كده بيوافق على الصفقة وبياخد الميداليا من الراجل وبيديله لايش واتا الراجل العجوز بيقوله خلي بالك يا برينس دي مش اي ميداليا لو فضلت محافظ عليها اتخليك تكون بايدا اي مشاكل بس يصحى للكلام لان في ملك شرير بيدور على الميداليا دي ولو ادري يقصلك او عارف حتى ان الميداليا دي معاك هيامل منك بفتية وبنغرف يا معلم ان الملك اللص الشرير اللي بيدور على الميداليا دي اسمه جاكال وطبعا علشان انا عارف انك صحي معايا فانت اكيد فاكر اننا كل دا عوزين نعرف ايرهان اللي يحصل بين مملكة المنسيين ومملكة المتذكرين تعال بقى يا صديقي علشان اقولك الدنيا هتمشي ازاي بنعرف يا صديقين منولو بيمثل مملكة المتذكرين في الوقت اللي هوكين بيمثل في مملكة المنسيين وعاوزين نشوف يا طرى مين فيهما يقدر يتجوز البنوتة الجميلة اللي بنعرف ان اسمها ماريا وبيبدأ الفريقين فعلا يدخلوا ساحة مدينة سان انخل وبيعملوا فوضى كبيرة جدا وبينشوفوا هوكين ومنولو كمن ماريا وبيكونوا مشاهبين كلهم وبيقدروا يهربوا مجموعة كبيرة من الخنازير من الحظيرة بتاعتهم علشان كده الفوضى بتنتشر في كل مكان وبينشوف عمدة المدينة اللي بنعرف ان والد ماريا وبيكون ماشي وفجأة فيه خنزير بيكونها يغبطه ويعوره لكن هوكين بيقدر يدخل وبينقذ عمدة المدينة في اخر لحظة ودي حاجة بتخلي عمدة المدينة مبسوط منه جدا وبيقول له من دلوقتي يا ابننا اعتبرك ابني اللي انا كان نفسي يخلفه وبينشوف العمدة بعده اللي قرر يعاقب ماريا بسبب الفوضى الكبيرة اللي اي عملتها في المدينة وعلشان كده بيقرر انه ينفيها في دير موجود بعيد وطبعا القرار ده بيخليها زعلانة جدا وبتفضل تعيط وبنعرف ان مانولو بيكون مغرم جدا بالاغاني والموسيقى لكن للاسف في الخناء اللي حصلت من شوية الجيتار بتاو بيكسر وعلشان كده بنشوف ماريا اللي بيجيب جيتار جديد يديه علشان تديه لمانولو رغم اننا بنعرف ان والد مانولو مش بيكون موافق على موضوع الغنى ده اساسا علشان كده بيتكلم مع ابنه بيقوله ركز يا ابن في مصارية التيران زي ولازم تكون عارف ان مصارية التيران ما ينفعش يكون عيل نايتي ولازم تفكك من الغنى والكلام الفاكسان ده وبتروح ماريا بعد كده علشان تركب الاطر وفعلا الاطر بيبدأ يتحرك وبعد وقت يوليل بيكون الاطر بيجري بسرعة لكن على الرغم من كده بنشوف مانولو اللي بيفضل يجري وراء الاطر وبيقولها انها غنيلك لما ترجاه من اسبانيا وسايتها بنعرف يا معل من الدير اللي مرايها هتروح تيش فيه موجود في اسبانيا وبننتيل بعد كده بالاحداث علشان يشوف ما نقوله هو مع فرقة موسيقية وعمال يهزف لكن بيكون كبر شوية وبقى الشاب ومع ذلك ابوه لسه مصمم يخلي ابنه مصارية تيران قد الدنيا وعلشان كده بيجي وبيفضل اذا عقله بياخده من الفرقة الموسيقية وبيقوله تعلن انا ازمتلك ماشم والسرعة سيران يلق بواحد بطل زيك وبيفضل بقى يدي له وامر ويقوله انت لازم تنسى حوار الموسيقى ده خالص وخليك عارف يا ابن اننا مصاريين سيران ابا انجد وفعلا منولو بيجهز علشان يروح حلبة مصارية السيران وبيتقابل في الطريق مع صديقه ووكين اللي طبعا بيشبعه وكمان وسايته ووكين بيتكلم مع منولو وبيقوله على فكرة النهاردة ماريا راجع من اسبانيا وانجو بقى يا طرق تختار بطل المدينة ولا بطل حلبة مصارية السيران وبيدخل ووكين للحلبة الاول وسايته كل الجمهور بيفضل يسقف وبنعرف ان في السنين اللي عدد دي معلم ووكين بابطل مشهور وبينتهل من مدينة لمدينة علشان يحمل مدن من اللصوص لانه شجاعه قوي جدا وبعد كده بيوصل منولو وبيدخل الحلبة وبتبدأ مصاريته ضد الطور وبينشوفه هو الدي زكي والسريع في تحركاته لكن بعد كده بابا بيدي له سيف وبيطلب منه انه يقتل الطور لكن منولو بيرفضه بيقوله لو انت في رأيك اني لازم اقتل الحيوانات علشان اكون مصارع ناجح فانا مش عاوز اكون مصارع ولا عاوز تكون لعلاقة بمصارعة التيران ومش عاوز اقولك يا صديقي اديك كلام ده دايق باباك جدا وبعدها بنشوف منولو هو ماسك الجتار بتاعه وبيازف عليه لحن وسط الحلبة لكن كل الجمهور بيكون مشي خلاص وعلشان كده بتيجي ماريا من بعيد وبتسمع اللحن اللي مانولو بيازفه وبنرف بعدها ان والد ماريا عمل حفلة جميلة على شرف استقبال بنته وبنشوف هو اوكين اللي بيحضر الحفلة دي وتتكلم ماريا كتير عن اوروبا عن اللي شافته هناك لكن هو اوكين مش بيتم بكلامه وبيبضل يستارد نفسه انجازاته علشان كده ماريا بتتدايق جدا نفس الوقت ده بنشوف فرقة الموسيقى بتاعت مانولو اللي بيكونوا عملين يحاولوا يخففوا عنه لاننا بينارف يمعلم انه اتحلق له وما تعزمش على الحفلة دي اساسا وبتروح الفرقة وبيفضلوا يازفوا تحت الاوضة بتاعت ماريا اللي بتنزل علشان تقابل مانولو لكنها بتتفاجئ لما بتشوف ووكين قدامها ومش بس كده ده كمان بيقدم لعي خاتم وبيطلب منها الجواز لكن سايته بيدخل مانولو للمكان وبيتكلم مع ووكين وبيقوله على فكرة انا بحبها وانا واصف انها بتحبني وعوزاني انا سايته بتبدأ بينهم خناءة كبيرة لكن فجأة الخناءة دي بتتقطها بسبب انه بيتالن ان جاك كال اجم على المدينة بكل الجيش بتاعه وطبعا واتا كل واحد منهم بيكبر دماغه من الخناءة مع التاني وبنشوف ووكين اللي بيكون شجاع جدا وبيروحه لشان يتصدى للجنود بتوجه كال وفي نفس الوقت بنشوف والد مانولو هو بيتكلم معاه هو بيقوله لازم تحارب علشان خاطر ماريا علشان خاطر المدينة لكن بيني وبينك يا صديقي العندة والد ماريا بيتكلم معاها وبيقول لانا عاوزك توافقي على ووكين لانه شجاع واكيدة يقدر يتصدى للأعداء وانا اوافق ان المدينة تحت حميته هتكون في امان وبنشوف بعد كده ووكين هو بيتكلم مع ماريا وبيقول لانا عاوزك تفكري مرة تانية في العرض بتاعي واتمنى انك توافقي عليه وبترجع ماريا وهي فعلا بتفكر في الموضوع لكن بعد وقت بتسمع صوت خبط على البلكونة بتاعتها ولما بتطلع بتلاقي مانولو اللي بيتكلم معاها وبيقول لانا عاوز نخرج من هنا ودوح نتكلم في مكان بعيد وبيتقابلوا فعلا عند النهر وانك بيبدأ مانولو يتكلم معاها وبيقول لانا صحيح ما اقدرش اقدم لك حاتم زي اوكين لكن اقدر اقدم لك قلبي وحبي وبيفضل بعد كده يأزف لها ويغني لها لكن فجأة بيظهر تابان كبير بنعرف ان التابان بتاع زي منبا وللاسف التابان ده بيقرص ماريا ارصى جمده واتا ماريا بتموت وبيرجع بعدها مانولو هو زالان جدا وبيحكي لكل الناس هنموت ماريا واتا الكل بيلوموا اولهم ووكين طبعا وبيفضل ووكين يقوله طالما انت مش هتقدر تحميها اللي تاخدها بعيد عن الاصر علشان تتكلم معاها وبيرجع واتا مانولو مرة تانية للمكان اللي كان فيه مع ماريا واناك بيفضل يعيط وقت طويل حد ما فجأة بيظهر التابان بتاع زي منبا مرة تانية والمرة دي التابان بيقرص مانولو مرتين وبيندوح بعد كده يمعلمها لشان يشوف العالم التالت اللي مانولو هيعيش فيه وبينشوفه بعد ما فاء من الارستين بتاعه التابان وبيلاقي نفسه بيتحول فجأة لعفري وقتا منولو بيلاقي نفسه موجود بين الاموات ولشان كده بيفضل يدور على ماريا لكن واحد من ده من المسؤولين في العالم ده بيتكلم معاه وبيقوله على فكرة يمعلم اسم ماريا مش موجود في الكشوف اللي معايا وده معناه انها لسه ماما تيتش في العالم الحقيقي لكن انا قدر اوديك لأي حد من قريبك مات وانت متأكد من موته وساتا فعلا مانولو بيوافق وبيطلب من الراجل ده انه ياخده لقريبه والراجل فعلا بيعمل ده وبينشوف بعدها مانولو هو مع قريبه الميتين وبيفرح جدا لما بيشوف مانطو بيحضنه لكن مامطو بتخف عليه جدا وبتقوله ايه اللي جابك هنا دلوقتي يا حبيبي لكن مانولو بيطمينه وبيقوله انا جاي هنا علشان ادور على ماريا حب حياتي وساتا مامطو بتقوله ما تلاش انا اساعدك وبتاخده عندي لامورتي اللي هي حاكمة مدينة المتذكرين زي ما احنا عارفين اوزك تصحى معيه بقى نجم النجوم علشان اللي جاي محتاج تركيز بتروح مامة مانولو معاها ابنها علشان يتكلموا مع مانولو لكن بيتفجوا هناك لما بيلاوا اللي موجود هو زي مينبا مش لامورتي ودلوقتي طبعا تسألني لامورتي راحت فين هقولك يا كبير باختصار لامورتي خسرت الرهان لان زي مينبا شغل دماغه وقدر يخلص من مانولو وبالتالي اوكين اللي هو كان مراين عليه هو اللي كسب الرهان وده يتسبب ان زي مينبا خلاص بقى هو الحاكم الفعلي المملكة المتذكرية وبنرجع بعدها للعالم الحي وبينشوف والد مانولو هو واقف قدام قبر ابنه عمالي عيط وحتى ماريا نفسها مش بتكون مصدقة اللي حصل لكن والدها بيتكلم معاها وبيقولها خلاص بقى يا بنت اللي حصل خلاص حصل انا عاوزك دلوقتي توفقي على جوازك من اوكين لان ده فعلا اللي هيقدر يحمل مدينة بتاعتنا وتحت ضغط فعلا بتضطر ماريا انها توافق لكن في نفس الوقت ده بنعرف ان مانولو الرافد يستسلم للي حصل وبيطلب من كل الموجودين في العالم اللي هو موجود في دلوقتي يساعدوه علشان يروح ارض المنسيين ولو سألتني يا صديقي عاوز يعمل ايه في ارض المنسيين اقول لك اعتم عاوز يعابل نكلة مرتية لشان تساعدو يرجع لماريا مرة تانية وساعت اهل مانولو الميتين بيتكلموا معاه وبينولوا علشان توصل لارض المنسيين الموضودة من اشغل اختصار واحد من هنا وهو اننا لازم نوصل للكاف الكبير وبيتحرك مانولو اهله علشان يوصلوا للكاف لكن بيعرف ان فيه متاهة صعبة جدا لازم يعديها وان ما فيش اي حد يقدر يعمل الموضودة قبل كده بس مانولو بيكون شجاع جدا وبيقدر يعدي من الاحجار الضخمة وبيدخل جوه الكهف وانك بيلاقي صانع الشموع اللي بيتفاجي بيوجود مانولو واهله وبيقول لهم على فكرة انتم اول ناس يقدروا يعملوا الحوار ده وبيبدأ صانع الشموع يتكلم معاهم ويفرجهم على المكان وبيكون مبسوط جدا ان فيه حد اخيرا قدر يدخل جوه الكهف بعد كده مانولو بيحكي له حكايته وقتها صانع الشموع بيطلع الصفحة بتاعة حياة مانولو وبيلاقيها فضية وساعتها بيتكلم معاه وبيقوله ده معناه يا معلم انك ممكن تكتب قصة حياتك بنفسك وبيقدر مانولو اخيرا انه يوصل عند لامورتي وبيبدأ يتكلم معاها وبيحكي لها كل اللي حصل وطبعا لامورتي لما بتسمع الكلام ده بتتنرفس جدا لانها عرفت كده ان زي مينبة ضحك عليها وغشها وكسب الرهان بالخداع وساعتها اصلا زي مينبة بيكون موجود في المكان وبيقع بالسالو وبيعرفت كل انه ده الميدالية زمان لأوكين وكمان جابت تعمل لماريا ومانولو وفي الوقت ده لامورتي بتتنرفس جدا وبتتكلم مع زي مينبة وبتقوله تفضل يلا رجع مانولو العالم الاحياء لكن زي مينبة بيفضل مصمم انه ده ما يحصلش مهما كان التمن وقتها بنشوفت حد من مانولو اللي بيتكلم مع زي مينبة وبيقوله انا هتعامل معك باللغة بتاعتك انا هكا معلم نامر هون سوى لو انت كسبت واحد مني هفضل في عالم الاموات للابد بس لو انا كسبت هترجعني العالم الاحياء مرة تانية وقتازي مينبة بيوافق فعلا وبيكون التحدي عبارة عن حلبة مصرع تيران كبيرة موجود فيها تيران كتيرة والمفروض ان مانولو ينتصر على تيران ده كلها وبتبدأ فعلا المعركة وبنشوف تيران بيتجمعه علشان يكونوا تور واحد ضخم وبنرف معلم ان في نفس الوقت ده بتبدأ المراسم بتاعت جواز ووكين وماريا لكن في نفس اللحظة بيجم جاكال على المدينة علشان كده اهل المدينة بيجوا يتكلموا مع ووكين وبيرولوا فكت من الجواز دلوقتي يا برينسو يلا روح دافع عننا وقتا ماريا بتطلب من كل سكان المدينة يتحدوا مع بعض ضد جاكال وبيبدأ يجوم جاكال على المدينة فعلا وكل سكان المدينة بيستغربوا لما بيعرفوا ان جاكال جايب الجيش الطويل العريض ده علشان الميداليا اللي موجودة مع ووكين وبنرجع مرة تانية للقتل بتاع منولو وبنستغرب جدا لما بنشوفه رفض يقتل التور او يهجمه بالعكس بيمسك الجيتار بتاعه بيبدأ يازف وبعد شوية عزف حلوين بنشوف التور وقع وبيتحول لغبار واتا بنعرف ان منولو قدر يكسب الرهان ويرجع لعالم الاحياء مرة تانية لكنه طبعا بمجرد ما بيرجع بيعرف ان جاكال طايح في المدينة بتاعته وعلشان كده بيشوف موقف شجع منه لما بيتحد مع ووكين وبيكون عاوز يضحب نفسه علشان يموته صادم لمدينته تعيش لكن الميداليا اللي كانت مع ووكين بتديله قوة كبيرة وبيكمل هو ووكين اتالهم ضد جاكال وبيضاروا فعلا في النهاية انهم ينتصروا وساعتها بنشوف ماريا اللي بتتكلم مع المدينة كلها وبيتقول لهم انا بصراحة قلب ماي اللي ما نقوله بحبه هو علشان كده بيتجوزه وبنرجع بعد كل ده يا صديقي لمكان ما بدانه وبنشوف المرشدة بتاعت المتحف وهي بتقفل الكتاب بعد ما الاطفال اتبسطوا جدا بالحدودة وبيتفاجي الاطفال في اخر لقطة ان المرشدة دي اصلا هي لامورتي وبس كده بيخلص في المينة اتمنى تكونوا استمتعتوا معنا ما تبقلش عنا باللايك تشجيعا لينا علشان نستمر ونهدم لكم الافضل دايما ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول واستنونا في فيلام كتير جاي وريب واشوفكم على اخير ومع السلامة